فاكرين كلنا لما الشيخ محمد بن زايد الرئيس الإماراتي هبط بسلام إلى أرض العالمين الجديدة عشان يقضي خمس أيام في أجازة سعيدة واستقبله هناك سيء الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي اتمشوا مع بعض في العالمين الجديدة وفي لقطة جميلة جدا تعبر عن قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين السيسي نادى على بنات صغيرين في سن أحفاد ويمكن أصغر وقال لهم سلموا على جده محمد أو عمه محمد يا أولاد المشهد كان جميل جدا وكان لطيف جدا وبعد كده تصوروا لحظة غروب الشمس الخلفية كانت البحر والكرنيش وهم قاعدين مع بعض السيسي لابس كاجول والدنيا كانت برضو جميلة جدا ولطيفة جدا في أجواء عكست زي ما قلت متانة العلاقات لكن يبدو أن الصورة ما كانتش بالمثالية دي فوق فوق فين عند جهاز المخابرات العامة المصرية وعند الإدارة الإماراتية الكلام الجاي اللي هقوله ده على مسئولية وعهدات صحيفة الأخبار اللبنانية اللي نشر التقرير وفقا لمصادرها هي بتقول أن الصورة اللي ظهرت ما بين السيسي ومحمد بن زايد بالشكل ده كان وراها خلاف أو توتر أو خناءة أو امتعاض ما بين الطرفين صحيفة الأخبار اللبنانية بتتحدث عن التوتر المكتوم ما بين القاهرة وأبو ظبي واللي ظهر جليا في زيارة محمد بن زايد الأخيرة إيه الحكاية يا جماعة يطرى الإمارات ومصر متوترين ليه يطرى مين اللي زعل مين هل الإمارات اللي زعلت مصر ولا مصر اللي زعلت الإمارات هل سيء الذكر في حد عنده جود فلبسه في الحيط مع الشيخ محمد ولا الشيخ محمد عمل حاجة اعتبرها سيء الذكر إهانة تعالوا نشوف مع بعض صحيفة الأخبار اللبنانية بتقول لنا إيه عن الخناءة أو الامتعاض أو التوتر اللي حصل ما بين مصر والإمارات بسبب زيارة محمد بن زايد الأخيرة للعالمي شوف يسين قالك إنه الإمارات ضخط 36 مليار دولار في الاقتصاد المصري عبر صفقة رأس الحكمة إلا إنه اللي حصل وقت زيارة محمد بن زايد كان غريب جدا جدا وفقا للأخبار اللبنانية فالإمارات اكتشفت تعميم رسالة من المخابرات العامة المصرية اللي بتدير الإعلام للشركة المتحدة للناس اللي مسكين الشركة المتحدة اللي هي مدورة حضيرة الإنتاج الإعلامي بتقول الأخبار اللبنانية أن التعميم ده من المخابرات للمتحدة كان بيقول الآتي يتم تجاهل زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد للساحل الشمالي محدش يتكلم عن الزيارة محدش يقول أي حاجة يا جماعة محدش يجيب سيرته الرسالة دي بيقول التقرير أنه في حد جوه المنظومة الإعلامية المصرية بعتها الإمارات نركز حد من المتحدة حد من اللي جاله التعميم أن المخابرات والمتحدة بيقولوا ما نتكلمش عن زيارة الرئيس الإماراتي في حد من جوه المنظومة سميه بقى جاسوس إماراتي سميه عميل إماراتي سميه الإمارات بتتفعله سميه شغال في مؤسسة إماراتية أيا كان المسمى مش مشكلة إنما في حد شغال في المنظومة عرف بالتعميم بتاع المخابرات فتطوع مشكورا أو يمكن ده شغله دي وظيفته اللي بيقبض عليها من الإمارات مش من مصر فكلم الجماعة في الإمارات قال لهم يا خنا ده فيه تعميم من المخابرات العامة للمتحدة ما نتكلمش على زيارة الراجل نعمل إيه فهنا الإمارات وفقا للأخبار اللبنانية زعلوا نكمل بقى التقرير الإمارات زعلت جدا السلطات الإماراتية امتعدت من اللي حصل واتكلموا مع الجماعة المصريين وقالوا يا جماعة إيه اللي بيحصل ده المصريين المسؤولين المصريين سواء في المخابرات العامة أو المتحدة قدموا اعتذار للجانب الإماراتي وقالوا يا جماعة والله التعميم اللي احنا عملنا ده كان غرضنا في نبيل كان احنا مش عايزين مضايقات إعلامية للشيخ محمد بن زايد في العالمين الجديد عايزين يقضي أجازة سعيدة من غير ما تنزل كاميرات حواليه ولقاءات صحفية وصور هنا وهناك السلطات الإماراتية وفقا لتقرير الأخبار اللبنانية تقبلت التوضيح أو الاعتذار المصري يعني على مضد وما كانتش مقتنعة قوي بالكلام اللي حاصل الحقيقة فده كان جزء وقبل ما كمل الجزء التاني اللي فيه الخناءة أو التوتر وإيه الإجراءات اللي خدوها الحقيقة ده بيخلينا نتوقف كتير عند اللي حصل إيه اللي يخلي عباس كامل لو تقرير الأخبار اللبنانية صحيح خلي بالك بن خسي إيه اللي يخلي عباس كامل يكلم أحمد الطهري ويكلم الناس في المتحدة قولوا للولاد ما حدش يتكلم على الشيخ محمد بن زايد أعتقد إنه لو التقرير ده صحيح فدي سابقة هي الأولى والكلام بتاع أصلا مش عايزين حد يزعجه ده كلام فارغ بأمانة الله ده كلام فارغ يعني لو ده الاعتذار والتوضيح ده كلام فارغ لأنه كل مرة كان محمد بن زايد بيجي مصر كانت المنظومة السيئة الذكر برئاسة سيئة الذكر كانت بتعتبر ده فتح ونصر مبين وبتعتبروا فلوس جاية وشرعية كبيرة وبيكونوا مبتهجين جدا بزيارة محمد بن زايد تحديدا أكتر من أي حد تاني وبالتالي قصة لا والله يا جماعة أصلحنا قلنا أصله يمكن أصله هنزعجه ده كلام فارغ هنا السؤال اللي احنا مش عارفين إجابته ليه ايه اللي حصل ليه كان فيه محاولة لتجاهل زيارة محمد بن زايد للعالمين الجديدة ده برضو حاجة مش مفهومة بأمانة لكن الأخبار اللبنانية بتتكلم على جزء تاني من الخلاف وهو جزء غريب برضو جدا تعال نشوف قالك يا سيدي إنه مصر رفض الطلب إماراتي بإيه يا عمي الطلب الإماراتي قالك الطلب الإماراتي كان إن مصر تخرج عدد من المصابين من غزة عبر معبر كرمابو سالم ومصر رفضت الطلب ده فأثار استياء أبوظبي لو تفتكروا إسرائيل من الأول كانت عايزة إنه بعد ما احتلت رفح إن معبر كرمابو سالم الناس تشتغل منه عادي ومصر كانت رفضة ده تماما وكان فيه ضغوطات من دول قيل إن هي الإمارات عشان مصر تقبل بحاجة زي كده الأخبار اللبنانية هنا بتؤكد الأمر ده إن الإمارات فعلا ضغطت على مصر أو طلبت من مصر طلعوا مصابين من كرمابو سالم ومصر رفضت طيب الإمارات هنا بتتعامل إزاي ما ممكن حد يقول لي هو إيه اللي زعل الإمارات في ده لا أنا لما بقى الكفيل بتاعك وأنقصتك بصفقة رأس الحكمة وجايب ناس تشتغل في الطاقة والغاز والكلام ده كله وأطلب منك طلب زي ده عشان خطر إسرائيل اللي هي الإمارات مطبعة معاها وعملة معاها شركات في واحد اتنين تلاتة اربعة وإنت ترفض وتعمل نفسك يعني حاجة فده طبعا شيء مزعج جدا لأن الجماعة دول بيدفعوا عشان يحكموا محمد بن زايد حط القانون من يدفع يحكم فهو بيدفع عشان إيه عشان يحكم وبالتالي لما هو يدفع وما يحكمش دي مشكلة جدا جدا دي حاجة تزعله فاكر السيسي لما قالك إيه في دي أزعل ولا مزعلش لا أزعل أهو محمد بن زايد بالضبط في دي أزعل ولا مزعلش يعني هو بيصرف عليه وبيكبره وبيدعمه وبينقذه من السقوط والإفلاس والكلام ده كله بعدين يطلب منه طلب زي ده وفقا للتقرير فالسيسي يقول له لا فطبعا دي حاجة تزعل لكن بدأوا يتخذوا خطوات السلطات الإماراتية والسلطات المصرية بعد التوتر اللي حصل في قصة التعتيم على زيارة بن زايد إيه طرق قرارات اللي خدوها تعال نشوف مع بعض قال لك سيدي في إطار التوتر المتصاعد اتخذت كل من مصر والإمارات إجراءات متبادلة لمنع العاملين في وسائل الإعلام من العمل في منصات إعلامية منافسة وده أدى لاستقالات وإقالات في بعض القنوات اللي بتتلقى تمويل من الطرفين اللي ردت الفعل المصرية طبعا على الجسوس اللي بعت الخبر ده للإمارات إنها اتخذت مجموعة من الإجراءات أول حاجة فرض ضوابط جديدة على الإعلاميين تضمنت توقيع لائحة ضوابط السلوك المهني والأخلاقي لضمان السرية وهنا الحقيقة أنا بوجه السؤال للزملاء الأعزاء في الشركة المتحدة كويس؟ زملاء الأعزاء جدا في الشركة المتحدة إيه أخبار اللايحة دي؟ هل اللايحة دي صحيحة؟ ولا لأ؟ هل فعلا أنتو منكو جاسوس بعت للإمارات التعميم اللي جالكم المخابرات؟ أنا تاني أنا ببروز هو القصة دي نداء للشركة المتحدة ورسالة خاصة للمسؤولين عن الشركة المتحدة يا جماعة لو سمحتوا أفيدونا هل أنتو فعلا بينكو جاسوس شغال لصالح الإمارات لما جالكم تعميم المخابرات بعت لهم؟ ده أول سؤال السؤال التاني الراجل ده ما صيروا إيه؟ وهل في منه كتير؟ ولا لأ؟ السؤال التالت القنوات أو المؤسسات الإعلامية الإمارات بتملكها أو تملك نسبة كبيرة فيها واللي فيها إعلاميين أو صحفيين بيشتغلوا ولاهم ليكو في المتحدة والمخابرات العامة ومصر ولا ولاهم للإمارات دي نقطة تالتة النقطة الرابعة هل فعلا كان فيه إجراءات جديدة اتختموها بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة المصرية من ضمنها لائحة ضوابط السلوك المهني والأخلاقي لضمان السرية؟ أنا مش هعد أقولك النظام بتاعي اللي هو السوشيال ميديا أسامة جويشي يتحدى وأنا بتحداك يعمل أبا تحداك ولا أي حاجة خالص بس أنتو يعني طلعين أوي كده فرحانين بنفسك والقاهرة الإخبارية والمتحدة والكلام ده كله جميل جد هذه أربع أسئلة لو سمحتوا ردوا عليه بهدوء خالصة ومن غير تحدي ومن غير معه ده فرد عضاء من غير أي حاجة فيه أربع أسئلة ردوا عليه بس لو سمحته لو هترده يطلع حد يرد بصفته بشخصه بصورته بهيئته بمنصبه الإداري في الشركة المتحدة ما تطلع ليش مصدر رقيع المستوى أرجوك كفاية مصدر رقيع المستوى اللي بالمناسبة مختفي بقاله فترة الحمد لله يعني من الضرب اللي ضربناه في البرنامج ده على مصدر رقيع المستوى أنا ملاحظ أن أنتوا سحبينه فبرافو كملوا السحبة بتاعته لحد ما يختفي خالص ما يرجعش تاني خلوا الدولة تتعامل بمؤسستها وزير خارجية يطلع بيان بعتنا أسلحة الصومال وزير صحة يقول على أسوان وزير رئيس وزراء يتكلم على الدولة يعني كده إنما ما تقعدش يطلع لمصدر رقيع المستوى فأنا مبسوط فلو سمحتوا يا جماعة المتحدة اطلعوا ردوا على الأربع أسئلة دول وقلوا لنا في عندكم جاسوس شغال مع الإمارات إيه اللي حصل للرجل ده وهل في منه كتير ولا لا هل فعلا عدلتوا اللايحة ونفستوا للمخابرات العامة قالت هلكوا ولا لا وإيه لايحة ضوابط السلوك المعني والأخلاقي لضمان السري بس أتمنى إنه النداء يصل ويطلع حد منك وكده ملوه دومه يرد علينا نكمل تقرير الأخبار اللبنانية بتقولي بتقولي إنه برغم كل الخلافات مصر بتبقى حريصة على حل التوترات لأن القاهرة بترى في الإمارات شريكي اقتصادي مهم في الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها وبتشوف كمان ان تعزيز العلاقات مع أبو ظبي هيكون مفتاح للتواصل مع واشنطن لو وصل دونالد ترامب للسلطة مرة تانية طيب الإمارات لها نفوذ اتكلمت عنه في حلقة قبل الأجازة السنوية بتاعت البرنامج في شهر سبعة اللي فات كان عنوانها الاحتلال الإماراتي لمصر كلمنا عن قطعات كتيرة جدا الإمارات بتسيطر عليها وتسيطر على قرارك السيادي بل تتحكم كما قال محمد بن زايد من يدفع يحكم تعالوا نعيد التذكير كده بمجموعة من الأرقام والحقائق الهمة عن تقييد الإمارات لمصر عبر الاستثمار تحديدا تتكلم على قيمة استثمار إماراتي وصلت لحوالي 9.6 مليار دولار عدل الشركات الإماراتية في مصر تجاوز 1600 شركة ده وفقا لجهاز التمثيل التجاري المصري بنك أبو ظابي استحوذ على بنك عودة المصري بالكامل الإمارات تسيطر على أكبر حصة أجنبية من البنوك في مصر شركات إماراتية تسيطر على موانئ في شرم الشيخ والغردقة والأين السخنة وسفاجة جيمس الإماراتية بتمتلك 35 مدرسة في مصر شركة جلوبال القابضة للاستثمار الإماراتية تسيطر على 30% من شركة الشرقية للدخان شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية القابضة تسيطر على 81% من أسهم شركة باكين اللي بتملك خمس مصانع وأكثر من 350 منفذ بيع شركة أبراج كابتال الإماراتية عندها 12 مستشفى خاصة في مصر وفي شركات إماراتية بتستحوذ على أكثر من 100 مختبر تحليل واستحوذت الإمارات على مجموعة مشاريع عقارية منها أرض رأس الحكمة وخمس مدن بالساحل الشمالي الإمارات كمان يا عزيزي تمتلك حصص في شركات مصرية كبرى زي Total Energies بـ 50% أسكندرية تدول الحويات 32% أبو إيل للأسمدة 21.5% البنك التجاري الدولي 17% ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو 20% نصيحة لسيادة اللواء عباس كامل ما تزعلش الإمارات تاني لسبب بسيط لأن هي اللي بتصرف عليك